يمتلك العراق شبكة من السكك الحديدية التي تديرها الشركة العامة لسكك حديد العراق حيث يبلغ طول شبكة حوالي 2300 كم هذه شبكة تربط بين المدن الرئيسية وبعض المناطق الصناعية والموانئ هناك خطوط رئيسية تربط بين بغداد والبصرة وأخرى تربط بين بغداد بالموصل بالإضافة إلى خطوط تربط بغداد بمدن أخرى مثل كركوك وأربيل ومع ذلك تعرضت البنية التحتية للسكك الحديدية في العراق للتدهور بسبب الحروب والصرعات الحالة العامة للسكك الحديدية في العراق سنتحدث عنها يبلغ طول شبكة السكك الحديدية كما تحدثنا قبل قليل في العراق 2300 كم وهي تمتد من جنوب البلاد إلى شمالها حيث تمتلك الشركة العامة لسكك الحديدية العراقية حوالي 28 قاطرة 18 منها تعمل بشكل فعال بينما 10 قاطرات أخرى خارج الخدمة بعضها يحتاج إلى صيانة البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية في العراق تعاني من مشاكل كبيرة مثل الإهمال الحكومي والفساد والتحديات الأمنية مما يؤدي إلى تأخر تنفيذ مشاريع التطوير وزيادة الاعتماد على القطارات القديمة والمتعاطلة لإنعاش قطاع سكك الحديدية في العراق ويمكن اتخاذ عدة خطوات رئيسية مثل إعادة تأهيل الخطوط الحالية وصيانة الشبكات القائمة المتضررة بسبب الحروب والإهمال وتوسيع الشبكة وربط المناطق غير المخدومة لتعزيز التنقل الداخلي وشراء قاطرات وقطارات جديدة أكثر كفاءة سيحسن أداء الشبكة ويزيد عدد القطارات العاملة بالإضافة إلى إصلاح القاطرات المعطلة واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد المستشرف القطاع أيضا تعزيز الكفاءة الإدارية وتطويرها وتشجيع الاستثمار الخاص والعام والاستفادة من الخبرات الدولية من خلال التعاون مع دول متقدمة في هذا القطاع وأيضا إدخال التكنولوجيا الحديثة في نظم التحكم والاستثمار في تقنيات مستدامة وأخيرا توفير الأمن والاستقرار من خلال تعزيز الأمن في الملاطق المحيطة بالخطوط لنفع مستوى الخدمات كما تتابعون لهذه الخطوات المجتمعة مشاهدنا يمكن أن تسهم في إنعاش قطاع السكاك الحديدية في العراق